قط له هننزل دانجا عشان عاوز يأمن المباراة عاوز يحافظ على النتيجة لكن مجيش أخسر سر دباك في وقت عصب في التوقيت ده بتوقيت ان انت محتاج ان انت تكسب محتاج ان انت تحافظ بشغلك بي لكن انا عد لأ في اللعبة كتير جدا في الناد الالي ما كانش مركزة لكن في النهاية ما كانش مركزة ولا مش فحالتها كتير او هل اتنين فيه.. لا.. يعني نارضة.. ما انا بقول لك فيه لعبة مش مركزة وفيه لعبة مش فحلتها نارضة كهربا بعيد رغم الجون اللي جاه.. انا اقول ام تقولها لو حتى كهربا ملمسهاش من ياسر بيت كان راحة تجون انا بقول.. في الجون اللي.. لا ما كانش.. ليه زادة كورة طب راحة في المقص يا فروب والله ايك انا بقول.. كانت هتخش انا بقولك.. لكن انت النارضة بشكل عام حتى كورة اللي اتلعبت يعني انا مش عايز اقول كلمة احمد الشناوي اهدر بطولة للنادي الاهلي نارضة مفيش حارس مرمى بنتكلم عليه وبالشكل ده وبنقول لازم يقب بعد الشناوي لازم لازم.. الكورة ملعوبة في الهواء لو فيه حارس قوي لا بيطلع بيلعبها بالبوكس او يطلع يمسكها من بدري لكن احمد الشناوي فعلا اهدر بطولة للنادي الاهلي طيب طبعا النهاردة زي ما قلنا كده انه هو يوم الاصابات بالنسبة للفريتين كابتال رضا هل الاصابات اصارت على الفريتين واكتر يعني هل اصارت على الاهلي اكتر ولا على بيرماتز اكتر احنا بنتكلم مع رامي ربيعة عمر الشلافي الاهلي عبدالله السعيد في بيرماتز